في الصغار سوف نتعرف على الرذاء الصحي في رمضان لكي يكون جسمنا سليما في شهر رمضان يجب أن يكون غذاءنا صحيا في رمضان هيا بنا نتعرف على الفطور الصحي في رمضان أول ما ندأ به عند الإفطار هو تناول التمر وبعدها نتناول شرب الماء وأيضا نشرب الحليب أو اللبان ويمكننا أيضا بعد ذلك تناول الطعام مثل الحساء والسلطة والأرز والدجاج أو أي شيء آخر من اللحوم ولكن أرسيكم أحباء الصغار عدم الإكثار بهذه التناول الأطعمة لكي يصبح جسمنا صحيا وسليما مع السلامة